ثم في اسطنبول طبعا الجالة السراي يتفوق على كوبنهاجن ثلاثة هدف مقابل هدف فيليبي ميلو يفتتح النتيجة لفايدة جالة السراي ثم شنيدر يسجل الهدف الثاني وبوكبا يختتم مهرج الهدف بالنسبة لجالة السراي في نهاية الشو اول هذه التمريرة وهذا دي دي دروكبا والهدف الثاني ثم كروديمير لفايدة كوبنهاجن يذلل الفارق